كشف المهندس محمد طه أحمد المدير العام لهيئة السكة حديد السودان عن خطة استراتيجية لهيئة السكة حديد من 16 ألفين إلى 2029 للنهوض بقطاع السكة حديد في البلاد وأضاف نأمل أن تجد التمويل من وزارة المالية لتنفيذ المشاريع كاشفاً عن وجود مشاريع سكة حديدية يتم تنفيذها وأكد سعي هيئة السكة حديد لبناء بنية تحتية قوية تساعد في نقل الركاب والبضايا ويعتبر السودان من الدول المؤهلة بامتياز لتنشيط التجارة العابرة للحدود بين البلدان الأفريقية وذلك لما يتمتع به من موقع وسطي ومتاخم لكثير من الدول المغلقة وهذه الميزات التفضيلية للسودان تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وليست خصماً عليه كما يتبادر إلى البعض في حال أحسنت إدارتها تعتبر الخطوط والسكة الحديدية من أهم مقاومات النهضة والتنمية والتطور الاقتصادي لأي دولة تريد أن تحدث اختراقاً حقيقياً وسريعاً في النهوض بمقدراتها السودان بوصفه دولة ذات مساحات واسعة يبدو أكثر حاجة لتوسيع شبكة السكة الحديدية لربط أجزائه المختلفة خاصة مراطق الإنتاج بمواقع الاستهلاك وموانئ التصدير الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتطوير قطاع السكة الحديدية واستعادة دوره المفقود في دفع عملية التنمية بالبلاد والسودان لما له من تجارب مشهودة وتاريخاً ناصعاً في مجال السكة الحديدية فإنه مؤهل لابتدار خطط طموحة وخلاقة لإحياء السكة الحديدية متى ما توفرت الإرادة والعزيمة والرؤية العلمية ولعل شعار لا بديل للسكة الحديد إلا السكة الحديد خير تعبير عن إدراك السودان لأهمية هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي فقدت البلاد بسبب تدهوره الكثير من الموارد وتعطلت بسببه كثير من المشروعات الحيوية وتتنامى يوماً بعد يوم الحاجة إلى تطوير السكة الحديدية إذ لا يمكن الاستعابة عنها بوسائل النقل الأخرى لعدة أسباب يأتي في مقدمتها إنعدام المقارنة بين السكة الحديدية والوسائل الأخرى سواء من حيث التكلفة أو السرعة أو عوامل الأمان والحماية فضلاً عن التوجهات العامة للدولة لإنشاء العديد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية والتي تتوزع في ولاية السودان المختلفة فضلاً عن ذلك إن السودان يلعب دوراً محورياً في تفعيل التجارة العابرة للحدود خاصةً مع الدول المغلقة في جواره الإقليمي ما يستدعي مؤكبة لهذا الدور من حيث البنى التحتية والتي لا تكتمل إلا بشبكة من السكك الحديدية المؤهلة لربط السوداني بالداخل الإفريقي ولمزيد من التفاصيل ورحب بضيفي من الخرطوم الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور عثمان البدري مرحباً بك دكتور أرحب عليكم السلام ورحمة الله طيب في البدء حدثنا عن مراحب تطور قطاع السكة الحديدية في السودان طيب بسم الله الرحمن الرحيم بدأت السكة الحديدية في السودان من مصر وكان خطة الإنجليز ربط السكة يبدأ الخط من أسوان وليس من حلفة على أساس أنه يكون الخط العريض والثقيل لكن يعني خطة الاستعجال في خطة إعادة استعمار السودان أو ما يسموه إعادة فتح السودان وهو إعادة استعمار السودان أو إنقاذ الحملة أدى إلى الإسراع بالخط الضيق اللي هو الموجود الآن يعني اللي هو ثلاثة واثنين من عشر بوص عرض الخط والحمولة حوالي خمسة وسبعين لتسعين رطل وفي اتجاه واحد وده كان لضرورات نقل الجنود والعتاد جنود المصريين والإنجليز والعتاد لإعادة استعمار السودان ولم يكن الهدف منه اقتصاديا بحتا لا للسكان ولا لغيرهم لكن وده خلاه يمشي سريع لكن في البداية أصلا كان الخطة أن يبتدأ الخط من أسوان ويكون مرتبط بالخط العريض المصري اللي هو زي الحاجة للساندرد في العالم اللي هي أربعة أو تمانية بوصة اللي بتخلي في حمولة كبيرة وسرعة في الحركة وبدوا كمان من سواكن أو بورسودان إلى داخل البلاد لكن طبعا بأحداث السورة المهدية وهجوم عثمان ديجنة الأمير عثمان ديجنة عليه رحمة الله على الخط توقف العمل ليس زي 11 كيلو لكن كان في خطة أنه بما أنه معظم التجارة بتجيب البحر التجارة العليم بتجيب البحر والواردات والصادرات بتجيب القرطوم كان في خطتين أنه يمشي من سواكن لبربر وجزء آخر يمشي من سواكن إلى شندي عبر يقطع نهر عبر عبر قوز رجب فده كان الخط الأساسي اللي تم الآن هو خط ضيق حمولته أقل لكن كان له أثر كبير جدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان خاصة لما نشط الصادرات السودان في القطن والسمغ العربي وقير بعد دخول مشروع الجزيرة والمشروعات الأخرى وده يستجب لها معدات وبضايع من الخارج عبر هذا الخط لأنه طبعا السكة حديث هي سليمة جدا جدا نقل فيها سليم جدا جدا وأقل كلفة وأكثر أمنا ويخلي الاختناقات بسرعة أكثر من الشاحنات لا ينافسه إلا البحر طبعا بحر ما موجود هنا نعم طيب دكتور بعد هذا التاريخ الكبير والعريض للسكة حديد إلى أي مدى أسهمت في تطور الاقتصاد القومي؟ الإسهام يعني إسهام ضخم جدا لأن معظم الواردات كانت بتنقل من البحر من الميناء عبر السكة حديد وتغريبا معظم الصادرات بتنقل بالسكة حديد إلى الميناء خاصة لما انشئ مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى يتم نغل المدخلات من الخارج عبر السكة حديد وتوزع بالذات لما ارتبطت مع سكة حديد مشروع الجزيرة وكذلك الصادرات اللي هي معظمة كان القطن لحد تسعين سنة تسعين إجمال الصادرات السودان تلتمية خمسة وستين مليون دولار القطن منها مية سبعة وتمانين مليون دولار ده كله اتنقل تغريبا عبر السكة حديد كان بيجي في محطة بر هنا الوقود للمحطة الحرارية للكهرباء والمدخلات كلها ابتجي عبر السكة حديد لما انتدت السكة حديد قربا ومشت إلى الجنوب بابا نوسا وواو والأبيض يعني ارتبطت البلد ارتباط وثيق جدا وهي من عوامل الوحدة في كل بلاد الدنيا ربط المواصلات بالذات السكة حديد لانها هي ارقص تسجع الناس على السفر على الترحل على نقل بضائعهم نعم وهي اكثر امنا ويمكن تفك الاختناقات بسرعة يعني ولا زال العالم الان يسعى لتطوير السكة حديد يعني مثلا لو شدت القطع القطار من باريس إلى ليون هذا الخط بيمشي القطر فيه بتلتمية وخمسين كيلو متر في الساعة يعني لك انت تخيل اه انا اذكر في نيويورك كثير جدا من العاملين بيكونوا خارج مدينة نيويورك نعم ويأتوا إلى نيويورك حوالي مية أو مية وخمسين كيلو في اليوم ده كله بالقطر الجامعات شافت انهم في ركاب مستديمين مستقرين هنا فانشأت لهم برامج نعم وتخرجوا في الجامعات في القطر فده يعني القطر مهم جدا جدا لكن نحن لا بد ان نطور طيب نعم هذه المنظومة ونحدث ونرفع كفاءتها طيب دكتور من نيويورك ننتقل إلى الخرطوم كيف تسير خطوات توطين صناعة السكة الحديدية في السودان الآن والله الآن حسب الخطة الاستراتيجية هي فيها عدة محاور واحدة منها يعني إعادة صيانة الموجود من القاطرات وتحديثها نعم والغضان كذلك والمحطات وأجهزة اتصالاتها وكذلك هناك خطة لبناء الخط المزدوج وده مهم وده مهم جدا جدا اللي هو بورسودان الخرطوم الخط المزدوج ده لأنه معظم صادرات البلاد بتبسع عبر بورسودان معظم الواردات متجهة للخرطوم ونهنالك تتوزع طيب الخط المزدوج له فوائد أولا ليه مزدوج عشان يقلل ما يسمى بالمقابلة في المحطات العديدة دي لأنه الخط واحد لا بد أنه قطر قطار يدخل وينتظر حتى قطار يفتح له التابلت ويخرج الخط المزدوج يزيل هذا الاختناق فترتفع السرعة بدل أربعين إلى ستين في الخط الموجودة الآن بالواحد غير المزدوج ممكن تتصل إلى مية اتنين إذا تم إذا تم كهربة القطارات ده برفع برضه السرعة نعم كان عندنا أستاذ زماني يعني في الجامعة اسمه بول هانيكا ألماني وكان درسنا حاجة اسمها سايبرنتيكس وكان مركز جداً على السكة حديد كهربته وبيقول إنه خزان الشريك ده مهم جداً إنشاؤه لكهربة السكة حديد نعم كان رفع سرعة القطارات وقلل التكلفة التشغيلية فيعني لابد من الاتنين استكمال الخطوط المزدوجة وكهربة النقل نعم طيب دكتور دكتور عثمان البدري أنت تعلم تماماً أن العقوبات الأمريكية والحضر الاقتصادي أقعد بالاقتصاد السوداني لسنين عدد منذ تسعينيات القرن هل تأثر هذا القطاع بالعقوبات الأمريكية قطاع السكة حديد والله تأثر طبعاً زي وزي أشياء كثيرة تأثرت لكن نحن لا نحب أن نلقي دائماً نبحث عن الشماعات ولو كان الشماعات حقيقية يعني أثرت طيب لكن البدري استغلت من ستة وخمسين من ستة وخمسين لم يتم تحديث أو تطوير للسكة حديد أو امتداد إلا في عهد المرحوب الفريق عبود لما امتد الخط قرباً إلى باب نوسى والضعين وإلى الجنوب يعني كان في فرصة كبيرة لكن طبعاً لما جات الوسائل السريعة العربات وامتدت وامتدت وصائت النغلة الأخرى اللي هي عبر الطرغة المسفلة والطيران برضو يعني الطلب على السكة حديد قلة نعم فيمكن أن يحل لكن لا بد نحن رفع العقوبات ده أن تكون أنت مهيئ بدراساتك وماذا تريد للسودان مش ماذا يريد الآخرين يجب أن الحكومة تفكر جيداً كيف يستفيد المواطن السوداني والاقتصاد السوداني مش الشركات الأجنبية بس نعم كيف يستفيد المواطن السوداني والاقتصاد السوداني طيب دكتور عثمان البدري نلتقيك بعد الفاصل لنتحدث أكثر عن هذا القطاع وهذا الملف أهلاً بكم من جديد مشاهدين أينما كنتم عبر سودانية 24 نتواصل وإياكم في الحدث الاقتصادي وملف اليوم نتحدث عن السكة الحديد ورحب بضيفي من الخرطوم دكتور عثمان البدري رحب دكتور ما تقييمك لما وصلت إليه الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال طبعاً الشراكة مع القطاع الخاص أصل القطاع الخاص يقوم بمعظم الأعمال في البلاد يعني معظم الأعمال يقوم بها القطاع الخاص يعني لا تقوم بها الحكومة لكن هناك مجالات استراتيجية عادة تقوم بها الحكومة و يعني لأنها هي المسؤولة عن المواطنين أولاً وأخيراً وعن البلاد أولاً وأخيراً تجار مسؤولين عن أنفسهم ودافعهم الربح لكن يخدم المواطنين والوطن كذلك في مختلف المجالات يعني لكن القطاع الخاص هو يحدد ماذا يريد ما هو الأربح له نعم الحكومة لا تسعى نحو الربح ما هو الذي يخدم أكثر المواطنين ما الذي يحقق الأمن والاستقرار والنمال البلد وأما القطاع الخاص وهو يقوم طبيعياً بمعظم الأعمال يعني يعني معظم الأعمال يقوم بها القطاع الخاص طيب أما الشراكة ما يسمى البي بي بي البي البي بابليك بارتنرشيب هو الشراكة بين القطاع العام والخاص وعقدت لها ورشة عمل قبل كده قبل ثلاثة شهر أو أربعة شهر في وزارة المالية وحضر مناديب أو ممثلين من بنك التنمية الأفريقي البنك الصناعي ومن البنك الدولي وقيرها ونوقش وقالوا يعمل قانون للشراكة أنا في رأيي لا يحتاج الأمر إلى قانون القوانين كافية جداً جداً الحكومة تقوم بالتزاماته القطاع الخاص أو اللي هم القطاع الخاص ده يا أخوانا ما حق نحب سنفكر في الكبار قطاع الخاص ده ستات الشاي زي قطاع خاص الإنسان البزرع هو قطاع خاص الإنسان البفرش الخضروات قطاع خاص صاحب الكنتين قطاع خاص ده كلهم يعملوا في إطار السياسة العامة التي تحدد مهام الدولة التي لا غنى أن تقوم بها لمنفعة المواطنين وحمايتهم طيب دكتور رغم سعة المواعين النقل السككي إلا أنه يعني هناك في غموط ولم يتطور أسوة بقطاعات النقل الأخرى إلى ماذا تعزو ذلك؟ وطبعا النقل السككي الموجود عندنا علة الأساسية ذكرتها لك في الأول نعم إنه هو ضيق يعني الخط ضيق اللي هو 3.2 3.2 من 10 بوصة وده معناها العجل حيكون ضيق معناها ما حيحتمل سرعة عالية ما حيحتمل وزني كبير لأنه حوالي 75 إلى 90 رطل في البوصة في الخطدة في العالم العريض 4.8 4.8 من 10 بوصة معناها العجل عريض السرعة أكبر حتى الحمولة تحت البوصة في حوالي 120 رطل في البوصة ده معناه يستحمل حركة كثيرة أغلب الخطوط في العالم هي خطوط مزدوجة وذكرتها قبل كده إنه عدم الخط المفرد معناه لا بد أن يكون هناك في مقابلة بين القطارات ده يقف حتى ينطلق الآخر ده يقلل جاءت وصائت سريعة العربات السريعة الطائرات البصات لكن تطوير السكة حديد هي واحدة من وصائت النقل هذا القطاع اللي هو جزء من قطاع البنية التحتية يجب أن يحصل فيه تكامل وترابط بحيث أنه نحن نشوف أفيد أين نركز ونربطه مع بعض يعني الآن إنت لو مشيت بره تقطع تذكرة بتاعة شهر تركب القطر وتركب الاندرجراوند وتركب البص ده ليه ده ضرورة تربيط الخط الوسائد دي كلها مع بعض فده عشان كده الآن نحن كنا ثلاثة وكلاوزارة في القطاعدة أنا كنت وكيل وزارة الطيران كان الأخ أبراهيم شرف الدين وكيل وزارة الطرق والجسور كان مضوي مضوي الطريف وكيل وزارة النقل فأنا عملت مذكرة أنه لابد من توحيد هذه الوزارات في وزارة واحدة وقد حصل وما حصلت حاجة تم دمجها ويعني استفيد منهم الأخ أبراهيم شرف الدين بيقى وكيل وزارة النقل والمواصلات العامة ومضوي بيقى المستشار وعسراء البدر يحيل للمعاش بلا معاش طيب لكن لابد من ربطه بالبنية التحتية كلها مش النقل بس بنية التحتية بمعنى تدخل فيه كهرباء والري والبيئة ده كله قطاع واحد نعم دكتور دكتور عباس إذن المسؤولية والموضوع مشترك وهم دولة ختاما ماذا تقول أنا أعتقد أنه الاستراتيجية هي استراتيجية ممتازة جدا جدا ولابد من إعطاء الأسبقية والأولوية وتوفير الموارد بالذات الخط المزدوج المكهرب من بورسودان إلى القرطوم ثم ينظر في تفريع لمناطق الإنتاج لأنه يقلل التكلفة يقلل الزمن يرفع درجة السلامة وزما كان يعني وصاية النقل دي مهمة جدا حتى الحركة الداخلية طيب أشكرك كثيرا المحلل الاقتصادي دكتور عثمان البدري نلتقيك في مساحات أخرى بإذن الله شكرا شكرا بارك الله مشاهدين مشاهدين ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر